السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين ده بس مسلوبنا الكرام وحلقة جديدة وزي ما وعدناكم حنكون معاكم بكل جديد والنهاردة بشرة خير وبشرة جديدة لكل طلاب الشهادة الإعدادية العامة لعام 2020 والإعلان عن محافظة جديدة بتخفض التنصيق بها للقبول بالثنوي العام بمعدل خمس درجات قبل ما نعرف مع بعض من المحافظة الجديدة اللي فرحت كل أبنائها وأخيرا نزلت التنصيق الخاص بها للقبول بالثنوي العام ما تنسوش لو أول مرة بتشوفونا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم منا إشعار بكل فيديو جديد بنزله بخصوص أخبار التعليم وكل ما يخص وزارة التربية والتعليم أول بأول يلا بينا مع بعض نبدأ مع بعض الفيديو محافظ البحيرة بيقرر النزول بدرجات القبول بالثنوي العام خمس درجات قرر اللواء هشام أمنى محافظ البحيرة خفض درجات تنصيق القبول بالثنوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 للطلاب الناجحين في الشهادة الاعدادية العامة بواقع خمس درجات ليكون متين خمسة وخمسين درجة بعد أن كان متين وستين درجة مع الاستمرار في قبول الملفات والتي بدأت منذ اتنين وعشرين يوليو الماضي باستلام ملفات الطلاب وفقا للحد الأدنى للتنصيق بمدارس كل إدارة تعليمية للحد من التزاحم خلال التقديم حرصا على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة ومنعا لأي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة العاملين والمعلمين والطلبة يأتي ذلك بناء على المذكرة المعروضة من دكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم لاستفاق عداد الطلاب بالمدارس السنوي واستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور بيذكر أن اللواء هشام أمنى كان قد اعتمت نتيجة الفصل الدراسي الثاني دور أول عن العام الدراسي 2019-2020 لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية لمحافظة البحيرة بنسبة نجاح 99.14% حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 93.643 طالب وطالبة حضر منهم 93.589 ونجح منهم 92.787 هذا ويتقدم اللواء المحافظ لأبنائنا الطلاب بخالص الأمنيات باستمرار التفوق والنجاح والألف مبروك لكل طلابنا وأبنائنا من محافظة البحيرة بمناسبة خفض التنصيق القبول للثانوي العام خمس درجات وإن شاء الله ربنا يحقق لكم أمنيكم وبإذن الله بإذن الله تدخلوا الثانوي العام اللي انتوا بتحلموا به نهاية الفيديو ما تنسوش اللايك كتير للفيديو عشان نفرح كل أبناء محافظة البحيرة ونوصل لهم الخبر بخفض التنصيق بمعدل خمس درجات وما تنسوش كمان السبسكرايب وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مننا إشعار بكل فيديو جديد بنزله بخصوص أخبار التعليم وفي الختام في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم